يعني إيه أكتر الأفلام قرباً إلى قلبها؟ لا هي بتحبهم كلهم كانت بتتفرج على أفلامها بعد الاعتزال؟ آه طبعاً عادي فكرة إنها كانت رفضت الأفلام أو حرمت الفن والكلام ده كله؟ لا تابعة جيدة لكل الأفلام الجديدة متابعة جيدة للمسلسلات كنا متفرج مع بعض على المسلسلات يعني أتذكر منه مسلسل نور كنت دايماً أروح لها نقض نتفرج عليه وبعد ما خلصه أروح مروحها البيت كده يعني كان زي ما تقول وقت لسه ده نور ده يعني قريب اللي هو الأوتوركي مثلاً يعني اللي بحاول أتذكر بس عشان الوحيد ذاكرة لما كان يجي فيلم من أفلامك بتفرج عليه؟ آه عادي جداً أفلامة وتنقض نفسها وتقول لك مش عارفة إيه وتترق على حتة وعادي يعني متفهمة تماماً والآخر يعني هي دايماً دايماً لازم تلاقي إنها أية تلاقيها عندها يا كتاب على السرير يا كتاب على الترابيزة جنبها يا بتقرأ كتاب يا هتقرأ كتاب يا بابا أرى كتاب وقال لها الكتاب ده حال وقريه وكانوا بيقرؤ من الأصل يعني مثلاً الشارع الخلف اللي هو التلميذة مادام أكس اللي هو المرأة المجهولة مرأة المجهولة مرأة المجهولة ومبقعة الخبز أنا عندي بقعة الخبز على فكرة برضو في البيت كان بابا أرى وقال لها قريه شئم الخوف وشئم الخوف وكانت بتحب جداً المسين الأدامة يعني هي اللي معرفاني على حد زي هايدي لامار وحد زي لانا تيرنر عشان الشارع الخلف اللي هو تعمل وتقول لي بصي شعرها عامل إزاي لون وحلوة قوي وكانت مثلاً هاي لو عرفاني على حد زي جانجر روجرز وفريدا ستير يعني شوف قدعيها متفهمة لكل الثقافات وكل الفنون ومتقبلها وفهماها ومتزوقها وتحب ألباتشينو جداً مثلاً من الناس شادية يعني صوتها حيفضل موجود معنا وفنها الجميل وأفلامها هتفضل دايماً موجودة دايماً بنتذكر كل هؤلاء الكبار نخلص